على مستوى إقليم وارزازات، انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لإعادة بناء المساكن، التي انهارت كلياً أو جزئياً على إثر زلزال ثامن شتنبر الماضي. هذه المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال سيتم توزيعها على أربع دفعات، منها صرف مبلغ عشرين ألف درهم في الدفعة الأولى بهدف الشروع في أشغال إعادة البناء. بدأت العملية دفع المساعدة المخصصة لإعادة بناء المنازل للتدمان جزئياً وكلياً والمحددة في مبلغ عشرين ألف درهم جزء المليون قصد المساعدة في إعادة بناء المنازل ديالهم. كذلك بدأت عملية ديال إزالة الأطريبة والركام لانتجاد عن هذا المهدى. لأجل المساعدة ديالهات الساكنة وهذه الفئات من أجل البناء ديالها، ديالمنازل ديالهم من جديد بمواكبة تقنية مجانية. هذا وتتواصل عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة والمحددة قيمتها في ألفين وخمسمائة درهم شهرياً. تتواصل لفائدة الأسر التي انهارت مساكنها كلياً أو جزئياً. استفدنا في خمسين ألف ريال الأولاق. الله يزيكم بخير. الله ينصر الماليك. الله يعزوه. واستفدنا من المواد الغدائية. ونحن في القاعدة يجلبوا التراكس كي يشطوا هذا الشيء باش يبنوا لنا إن شاء الله. الحمد لله رات توصلنا بالدفعة الأولى من أجل بناء الساكن. ونشكر سيدنا ونشكر الصلوصات التي قاموا من الجهود. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام. وثمانين ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.